هذه هي الأصوات التي تسمعها بالقرب من غرف الغضب تكسير وصراخ وموسيقى صاخبة مرحبا بكم قبل أن تدخل إلى غرفة الغضب عليك الاستعداد جيدا ترتدي قفازات ونظارات واقية وتختار آدات تستعملها خلال ساعة من الزمن لتكسير كل ما يحلو لك من حواسيب وقنينات وأثاث وأشياء عديدة أخرى والهدف ليس العنف وإنما الترفيه عن النفس والتخلص من الغضب والقلق والطاقة السلبية التي ربما تجدحك أرتدي معدات الوقاية أدخل الغرفة وأشرع في تكسير كل شيء هيا بنا لوزيت ريجوم واحدة من هذه الغرف تبعد عن العاصمة واشنطن بكيلومترات قليلة يأتي إليها الراغبون في التخلص من ضغوط الحياة فرادة أو مجموعات من المدن والولايات المجاورة كودي صاحب هذا المشروع فقد عمله بسبب جائحة كورونا وفي عز الأزمة المادية التي عاشها قرر هو وصديقه البحث عن مورد رزق آخر ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذا المتنفس فقدت وظيفتي مع بداية تفشي الوباء ورغم ذلك اعتبرتها فرصة للبحث ودراسة النموذج التجاري لهذا المشروع وجدناه مربحا وبدأنا العمل كثر الإقبال على هذه الغرف خلال فترة كورونا فترة وسمها التوجس والقلق والخوف من المستقبل لكن ورغم عودة الحياة تدريجيا في أمريكا إلى طبيعتها ما زالت هذه الغرف تعرف إقبالا كبيرا هذه الغرف وسيلة تمكن من خلالها من مجارات تقلبات الحياة والحفاظ على الصحة النفسية لمواصلة المشوعة الأغراض التي يتم تكسيرها يوميا يحصل عليها مالكا المشروع من خلال تبرعات من زبائن سابقين أو يبحثان عنها في أماكن مخصصة للأشياء المتخلة عنها بعض الزبائن يحضرون أغراضهم الخاصة تلك التي ترتبط في أذهانهم بذكرى معينة يريدون التخلص منها إلى الأبد يقيم عدد من الزبناء حفلات انفصال أو طلاق يقومون بإحضار صور أو تذكرات لعلاقاتهم السابقة أو يجلبون صورا لشخص ما ويشرعون في تحطيمها بالكامل بعد الانتهاء من التكسير يبدون أكثر استعدادا لطيء صفحة الماضي والمضي قدما مع نهاية حصة الترفيه عن النفس هذه تحس وكأنك ضغطت على زر إعادة التشغيل مستعد لمواجهة مصاعب الحياة التي لا ولن تنتهي من واشنطن إكرام بن عائشة لمدئة ترجمة نانسي قنقر